إذن هو تاريخ لا ينتهي من الدماء هو تاريخ الاحتلال الصهيوني ما زالت الأزمة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة تراوح مكانها من صلف إسرائيلي يستمر في إطلاق النرار على المدنيين والعزل وأيضا يقصف المستشفيات ومنهم بالطبع الفاجعة والمجزرة التي حدثت أول من أمس بقصف مستشفى الأهل المعمداني جهود مصرية متواصلة لحق ندماء الفلسطينيين واللجوء إلى التهدئة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 أرحب بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة التلفزيون المصري والتي نواصل فيها تسليط الضوء على العدوان الإسرائيلي المكسف على قطاع غزة وأيضا على أبناء القطاع وأبناء الشعب الفلسطيني تصعيد غير مسبوك تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي لما يقرب من الأسبوعين عملية طفان الأقصى تتواصل وجهود مصرية لحق ندماء الفلسطينيين بالتوازي مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع كذلك تتواصل عمليات قصف المنازل والأبراج والبنايات السكنية ومقع بهذه الأفعال الشارسة والمجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي المئات من الشهداء والجرحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين فيما تسعى مصر ومازالت للحفاظ على أرواح المدنيين وتتواصل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى تهدئة ووصول إلى دخول مساعدات إنسانية عبر معبر رفح واستمرارية وصول هذه المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يقع تحت دعوات للتهجير وأيضا دعوات وممارسات للتجوية والهجرة القصرية للفلسطينيين وترك أماكنهم مواقف كانت تواضحة في اليوم تحديدا في قمة مصرية أردنية توافق فيها الطرفان والزعيمان سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله أساني بن الحسين على حقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفق المرجعيات والشرعية الدولية واحترام القوانين الدولية المختلفة المتعارف عليها ورفض أي ممارسات تستهدف المدنيين على الأرض كذلك أكد الطرفان على أهمية وصول واستمرار المساعدات الإنسانية المختلفة عبر معبر رفح المصري تحت إشراف وقوات من الأمم المتحدة مواقف أيضا تمثلت في وزير الخارجية سامح شكري والأطراف المتعددة من نظرائه وما يقابلهم والهدف هو الوصول إلى حقن لدماء الفلسطينيين واستعاب الأزمة الحالية ووقفها عند حد لوقف إطلاق النال واللجوء مرة أخرى إلى السلام أو طاولة المفاوضات إن وجدت وإن استجابت الأطراف كافة ومنها بالطبع الطرف الإسرائيلي جوتارش وشكري أكداء على أهمية نفس النقاط والمواقف المصرية بعدم استهداف المدنيين بالرفض التام لما حدث من قصف للمستشفى الأهلي المعمداني وأيضا أهمية وصول المساعدات الإنسانية المختلفة تحت إشراف من الأمم المتحدة عبر معبر رفح المصري وفي المقابل كان هناك تفويد من أطراف عدة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منها مجلس النواب المصري الذي عقد الجلسة الطريقة له اليوم بتفويد السيد الرئيس لما يترآه من أجل حماية الأمن القومي المصري وأيضا الدفاع عن القضية الفلسطينية أطراف تتشابك وردود أفعال دولية وعربية والمواقف تختلف ما بين الطرف والآخر وما بين الإرادة التي تكون واضحة في تصرفات على الأرض من أجل حقن دماء الفلسطينيين والوصول إلى سلام عادل وشامل وما بين أراء مجرد بأنها تلقي بتصريحات أو إدانات لم تكن صادقة في وقف الاحتلال الإسرائيلي عما يقوم به على الأرض أيضا نحن في صدد انتظار قمة للسلام في القاهرة تعقد يوم السبت القادم من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية